السلام عليكم ويقوم بعمل القدرة العقلية والمدارك الفكرية اللي اعطانا مولانا واكيد غلقوا قدرة على العمل لكن هناك البعض راه قراء وخاد ديبلوم وعنده مهارة وعنده خبرة ومشا يقدم طلب الشركة وقبلوه ولكن غير استاجير وخدموه معه وخدموه عليه حال ما بغاوه وما الباد قال لي ناسفو ما يمكنش نقبلوك وكيبقى يتنقل من المكان المكان وفيما بجيك رقى الابواب مغلوقة هو عنده القدرة الفكرية وخاد ديبلوم وخاد المهارة هذا ماله هذا عنده العكس كله عنده القابول سبحانك يا جليل والله ادس عندهم القابول كله عمره مقلب على خدمة عمره مقدم طلاب طلاب شغل وربع الزوجة اللي افتحلي الباب مباشرة عنده القابول ولكن هذا عنده العكس كيف يمكن ان نحارب العكس العكسات ونأتي بالقابول الطريقة السهلة العكسات كله كنحيدها بالاكثار من الاستغفار اللي اشعر بانه عنده عند العكسات يستغفر المولى استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربنا يزيل كل العكسات واللي بغى القابول يعد في الممشى كدق الباب ربك افتحلي الابواب المغلقة ما عليه الا الاكثار من الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كلما اكترت منها الجسم ديالك يعد نوراني الجسم ديالك كيكتسب واحد الطاقة نورانية بحل قوس قزح حيثما حللت وارتحلت تسبقك وتضع لك القابول في الارض وتفتح لك الابواب المغلقة وتفتح لك القلوب وعقول الاخرين خيرات وخيرات بالصلاة على مولانا رسول الله ربما المكالمات كثيرة ويبدو ان الناس متعبين ولا شك ان الضرفية التي نمر منها حاليا العالم باسره ضرفية استثنائية الناس يشعرون بالضيق ضيق الحال وضيق النفس مع هذا الوباء الذي طال امده ولحد الساعة لم يتم اكتشاف اي لقاح ولم يبقى لنا الا ان نحافظ على الارشادات الوقائية من نظافة مستمرة ومن استعمال الكمامات ومن التباعد الجسدي وايضا نحرص على اننا نعمر قلوبنا بالله عز وجل ولكن المشكل الاكبر هو في الازمة المالية الخانقة هناك اناس يفكرون بالليل والنهار في مناسبة العيد الاضحى المبارك ويفكرون في فاتورة الماء والكهرباء الباهضة ويفكرون في واجبات الكراء ويفكرون والكل يشتكي عموم الشعب لهم ضعفاء فقراء حتى الفنانين وحتى المطربين بل وحتى فريق من اهل القانون محاميم خدموش ناس اللي هماية في قطاعات مختلفة الكل مضرور كيف يمكن ان نرفع هذا الضر ذكرنا في حلقة الامس بالليل في برنامج كلام طيب ان من احسن الطرق ايها الاحباب الكرام لنقرأ كل ليلة سورة الواقعة سورة الواقعة نقرأها كل ليلة لان الله تعالى وعد بان من قرأها بالليل لن يمسه الفقر بالنهار وهي جانبة للرزق نقرأها دوما وابدا قبل من نأس نتوضى نصلني ركعتين خشيعتين ونحمل المصحف ونقرأ سورة الواقعة ومن اللي نسالي نطلب يا ربي يفتح يرزق ارزقني رزقا واسعا حللا طيبة وغدلقوا العجب العجب ثم بعد ذلك نحارب هذا الضغوط النفسية رأى اطفال صغار صاروا امراض اش حال يا الاطفال الصغار بسبب هذا الفيريزي الكورونا اسمع عندهم اضطراب نفسي لانه اختل عندهم الروتين اليومي والدراسة عن بعد تأثيرها بسيط والعطلة الصيفية المفروض انهم يلعبوا ويمرحوا ويسافروا ودائما هم محاصرين في بيوتهم والنساء الدورة الشهرية والغلاء المعيشة والضغط النفسي كالقوبين من الازواج ديما هناك استضامات من الازواج ديما هناك رغبة في الطلاق والمحاكم مغلقة كالقوحة وضعية اللي هي لا تسر وهذا كله نجمعه ونقول انه بلاء هذا الشيء الكورونا وهذا الازمة الاقتصادية وهذا الضغوط النفسية وهذا الارتباك الحاصل في كل القطاعات نجمع كل شهاد شهادة ونقول هذا بلاء من عند الله ربنا يبتلي وهو القائل وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ علينا ان نصبر اسبروا يا احباب الله لان الصبر مفتاحه الجنة ومفتاح الجنة مفتاح الفوز اسبروا نصبر باذن الله تعالى ونتوسل الى الله وابتغوا الى ربكم الوسيلة والوسائل التي نتوسل بها الى الله تعالى كثيرا ومتعددة لكن اسهلها واطيبها في القلب وفي اللسان هي الصلاة على النبي نتوسل الى الله بالصلاة على النبي وفي التاريخ المغربي معروف يا ما مرت هناك ازمات وشدائد ومرت حروب ومرت فترة سيبة وقطع طرق ومرت فرترات جفاف وهجوم جراد ومرت اوبئة يا ما مرت ومرت كله بسلام فكان الناس كل له موقف ازاء هذه الابتلاءات منهم من يقول هذا صراع مادي ومنهم من يقول هذا عقاب من السماء ومنهم من يقول ومن يقول نحن لا نريد ان نفصل في السيناريوهات ذلك كلام في كلام لكن نريد ان نذهب مباشرة الى الحل الحل البسيط الذي كان يستعمله الصالحون ايام زمان انهم كانوا يجتمعون ويصلون على النبي الكريم فمن اجل هذا كانت تنشأ التجمعات تجمعات الصالحين واهل الذكر وحتى النسوة هناك نساء كثيرات وهنا متضررات اول المتضررين هما النساء فكنا يجتمعنا ويدكرنا الله تعالى ويخلقنا الفرحة والفرجة وهم يصلون على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل من صفاته الحياء الله تعالى حيي كريم يستحي فاذا توسلنا الى الله تعالى بالصلاة على النبي المختار فان الله تعالى يستحي ويرفع عنا العذاب والوباء والغلاء والامراض والشقاء ثم نصلي على النبي ونحن فريحين ونحن مسرورين لاننا عندنا يقين 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 بان حاجك مقضية وغا تصل المبتغى ديالك والهدف المنشود في القريب العاجل فهيا بنا ايوا الاحباب الكرام رجالا ونساء نصلي على النبي المختار كما كان يفعل الصالحون والصالحات في مغربنا العزيزة وكانوا يرون تجليات العطاء والكرم الالهي ولو بعد حين صلوا جميعا على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله